مبارح في ملحوظة قلت لما شوفك هسألك على محمد عواد بدأ المباراة والناس كتيرا كيبتوني ان محمد صبح هو اللي هبدأ المباراة أربع مباراة لجوزي جوميز اتنين صبحي واثنين عواد أنا مش فهمها فهمهاني انت بقى انت راجل مدارب حراس مو المجلس طبعا أنا مش معا تقييم حتة ان كل حرس يلعب مبارادي يعني مش معاها أنا يعني دي مش سكتي خالص في موضوع القلدية أنا سكتي الحالة التنفسية اللي ما بتحصل ما بين الحراس الأكفى والأفضل والأجهز بدنيا وزهنيا وخططيا هو اللي بينفذ اللي أنا عايزه بشكل كويس جدا هو ده اللي في الآخر أنا هلعب بيه إنما حتة أنا لسه بشوف أنا هلعب بمين أو هدي ده ماتش وده ماتش كده احنا ماشيين بالترتيب ما بين الحراس ده موضوع هيكون النتاج بتاعه في الآخر لحراسنا دي زمالك مش كويس لأ أنا لازم أبقى في حالة نفسية إنما طول ما انت كويس انت بتلعب لحد ما تعمل إخفاق مش كويس ونسندك وتكرر لأ هنا لازم زميلك هو اللي عواد مبلح كان مسؤول عن أي هدف في الهدفين أنا شايف إن الهدف التاني الهدف الأولاني صعب هاتوا الهدف التاني يا شباب برضو كابتن وصدر أنا شايف إن كان هو عواد جون كبير وعنده خبرات وجون لعب على المستوى الدولي وجون احترف من أكبر الدورات اللي كانت موجودة فكان لازم يتعامل بأفضل من كده مع الكرة يعني كان لازم يبقى شايف يعني دي تقريبا هو ثلاث كرات اللي جملة عواد دي واحدة منهم وكرتين الهدف التاع الهدف بتاع إمام الأولاني دي ومن الكرات الصعبة بقى أنا على أي حرس مرمى يعني دي دي كرة صعبة كان طبعا تمرينها من أفشا إنما الجون التاني يعني أنا شايف إنه هو عواد بخبراته باسمه كبير وبتاريخه للقروي لا كان يقدر يتعامل أفضل من كده بكتير جدا مع الكرة دي لأن أما جيه هنا عواد دي خبطت في رجل فتوحة خبطت في حتة في رجله بس ما غيرتش الاتجاه يعني ما نوقف كده بتشوفها ما غيرتش الاتجاه في قوة وبعدين إلا أنا وقت بس على عواد في الحتة دي يعني بص هنا الرجل أوقف أوقف بس أوقف هنا الرجل فين؟ فأني يا حتة بص بص فيه نجيلة خضرة اهو بالاستخامة الطول كده وفيه واحدة تانية اللي هو الفاتح والغامق شايف اللون؟ أقدر فاتح وغامق أهو وفيه نقطة البلانتي هنا أسمى الجن والسين الطبيعي جدا وانت في هنا ارجع ارجع بالكرة ارجع بس واحدة قبل ما يشوت ارجع قبل ما يلمس أو اللمس أو الكلام ده كله بس وقف هنا بص هنا عواد في أني حتة في دي عواد عند نقطة بلانتي هنا كان لازم يرحل نص خطوة كمان أو خطوة كمان كده نحية الشمال كده عشان يقدر يقفل الجن بشكل كويس في المساحة الأقرب لمرحلة التصويب أما جيه شوت هنا مشي الكرة كده بص أفشا أما جيه شوت هنا قفي حاجة من التلامس كده في رجل فاتوح بس ما غيرتش اتجاهها بشكل كبير لأن هي دي رايحة في المساري الطبيعي دي إنما هو رحل نفسه نحية اليمين بقى رجل اللي اتنين بص هنا بقى رجل اللي اتنين في اللقدر الغامع بالضبط كده إن هو قرى الحتة دي اللي فاتوح قافل بالضبط كده فدي طبعا من خبرات الحتة دي كان لازم هو ياخد الخطوة دي يقفل ما فيش حاجة اسمها توقع المسافة هنا بتتكلم في 25 يارضة دي مسافة كبيرة فاتوح جوة 18 آه جوة 18 إنما فيه مسافة كبيرة وبال ما لمس الكورة حتى لو فيها تجيير كنت أقدر أنا أغير اتجاهها بص هي ما غيرتش راحت في نفس تقريبا الاتجاه